ضمنها عمل هيئة التمييز والإبداع في تنمية التمييز السوري والارتقاء به نحو العالمية تشارك سوريا في منافسة الأولمبياد الأسيوي للرياضيات التي تنظمه المكسيك بمشاركة أكثر من خمسين دولة من آسيا والمحيط الهادي آلية الأسية هي خمس مسائل الإجابة عليها يتم بشكل تحريري تحريري يعني كتابة حل المسألة كل مسألة عليها سبع نمات كحد أقصى كثير مهم الاختبار ولا يقول أهمية عن الاختبار الدولي أنه تهيئ الطالب نحط بجوء مشابه للاختبار العالمي والأهم شغلة أنه مولا حالنا نشارك أنه نشارك مع كذا دولة طلابنا جاي من كل المحافظات ليشاركوا بها الأولمبياد الأسيوي طبعاً يتدربوا وتحضروا ضمن خطة هيئة التمييز والإبداع وإدارة الأولمبياد العلمي السوري بتدريب الطلاب فرعياً ضمن محافظاتهم في برامج جديدة رؤية جديدة السنة بتحضير الفرق نحن نهاية راحين باتجاه الأولمبياد العالمي يلي بنتظر فريقنا الوطني ببريطانيا بتموز القادم كل سنة يتم إحداث أسئلة جديدة ما فيه ولا مسألة تتكرر في تاريخ الأولمبيادات كلها هاي نقطة كثير مهمة يعني قد ما حضر الطلاب لسه فيه إدامه شي جديد يمثل السوريا في المسابقة 48 طالباً وطالبة 26 منهم من أعضاء الفريق الوطني للأولمبياد العلمي السوري للرياضيات وأثنان وعشرون منهم ممن لم يتجاوزوا الاختبار المركزي لعام 2019 كطالب قدمت للامتحانات المركزية جيت قدمت على امتحان الآسيوي الحمد لله حلت منيح ماشي الحال كان طبعاً هي مستوى الأسئلة بما أنه آسيوي فتكون أصعب من المركزي هاي مشاركة الأولمبياد طبعاً بعد الأولمبياد المركزي بدمشق المرة الماضية نحن استطلعنا الامتحان مستوى الأسئلة كان صعب يعني بس حلو كانت الأسئلة ونحن الحمد لله قدرنا نجز فيها ونحلكم بعض الأسئلة يعني المشاركة هاي أول مشاركة اللي بعد المركزي بالشام أكيد عطتنا خبرات وكتير في الأسئلة الأسئلة كانت صعبة طبعاً الأسئلة في شيء منها بدو قوانين في شيء بيعتمد على الذكاء يعني قدرنا نحل جزء من الأسئلة تتميز المشاركة في هذا الأولمبياد بالثقة والأمانة العلمية للفرق المتنافسة حول العالم حيث تقوم اللجنة العلمية للأولمبياد الآسيوي بإرسال نموذج الأسئلة إلى الدول المشاركة ولا يتم الكشف عنها إلا لحظة بدء الاختبار وتستمر مدة الاختبار لأربعة ساعات متواصلة تتنافس فيها كل الدول بنفس التاريخ والوقت ويكون الارتباط مباشرة مع اللجنة المنظمة في المكسيك اشتركوا في القناة